نهاردة عمار حمدي لعب نادي مقرأة العرب واحد من نجوم كرة القدم المصرية فائز مع منتخامنا الأوليمبي بكاسلهم من أفريكا تحت 23 سنة واحد كان من اللعبة الوعدة جدا جدا في كرة القدم المصرية تقل النادي الأهلي والآن موجود وكان موجود في الاتحاد وبعد كده راح سراميجها كليوباترة وبعد كده دلوقتي في المقرأة العرب كرحات ستوري النهاردة على انستجرام وكان متدايق وزعلان وشايف انه فيه ناس ظلمته جدا وانه استغنى عن أموال كثيرة في سراميجها كليوباترة عشان يلعب في المقرأة العرب وبعد كده ما بقاش فيه فرصة ليه في المقرأة العرب واتدايق جدا قال لك بص أصعب حاجة لما الدنيا تفرض عليك حاجة وانت مش حبيبها والأصعب لما تكون وسط ناس بيحاولوا يكسروا تموحك وانت بتعافر علشان تنجح وتحقق اللي انت عايزه احساس صعب جدا لما تحس بالظلم والقهر من ناس انت سيبت ناس أحسن منهم وعائد مادي أكبر بكتير علشان تروح لهم وفي الآخر ما يقدروش ده لا وكمان عاوزين يقعدوك ويكسروا تموحك وهم عارفين امتك كويس قوي بس ما فيش في يدك حاجة تعملها والحمد لله اللي بيريح الواحد ان ربنا شايف كل ده واللي بتعمله النهاردة هيتردلك بكرة شكوة الربنا سبحانه وتعالى مش لحد من البشر وماليش كلمة غير حزبي الله ونعم الوكيل بص في الجزئية دي واشياء أخرى انا شايف بعض اللعيبة كتير دلوقتي بقتطلع على السوشيال ميديا بتتكلم عن الظلم اللي بيحصل معاه وطبيعة الحال احنا شعب عاطفي وما منحبش الظلم ما فيش حد بيحب الظلم ما فيش حد عائل وبنى قدم طبيعي يكون بيحب الظلم لأي حد انا بس واقف عند نقطة اخشى ما اخشى انه الناس كلها تبدأ تقول ان الناس بتظلمني وممكن يكون البنى قدم نفسه ظلم نفسه واحكي لك موقف وعلى فكر اللي احكو لك ده مش تأكيد ان عمار حمدي ظلم نفسه انا معرفش الكواليس جوه ايه وممكن يكون فيه بعض الظلم يتعرض له بس انا هقول لك عمار حمدي اللي حصل معاه عمار ما قدرش بعد الاصابة يثبت نفسه مع النادي الاعلي ما عرفش يعمل ده مع الاتحاد السكنداري اكتر مدرب كان مؤمن بيه عمار حمدي وبإمكانياته كان الكابتن شاوي غريب مع المنتخب الأوليمبي لو تفتكروا كان يستخدمه ساعات باكرايت مع وسط الملعب اللاعب كان موجود قبل بداية الموسم على طول مع سراميكا كليوباترا وراح للمدرب بتاعه وقال له بعدما كابتن شاوي غريب لما كان وقتها مدرب المأولين قال له انا عايزك في المأولين فراح هو لمدرب سراميكا كليوباترا وقال له والله انا حاسس انه مش هيبقى لها فرصة كبيرة في سراميكا كليوباترا سيمني اروح المأولين عشان كابتن شاوي غريب هيخليني ألعب بشكل أساسي عشان كان وقتها عمار في سراميكا كليوباترا فيه اكتر من لعب وسط في سراميكا كليوباترا فكان عايزك في منافسة كبيرة هو قال لك لأ هنالك ناخد في المنافسة أخش المنافسة الكبيرة دي ما نروح ألعب أساسي وبالفعل راح المأولين مع كابتن شاوي غريب ولعب كم مباراة بشكل أساسي ده غير كابتن شاوي غريب ما بقى أشي يلعب معهم كلون العرب هل أنت بتقدي بشكل كويس هل أنت بتنافس زمالك بشكل كويس هل أنت بتكتهد في التدريبات بشكل كويس ولا بتستنى بس أن أنا أخد فرصة بشكل أساسي طول الوقت من غير مجهود كبير دي نقطة المفوضة عمار يسأل عن نفسه عادتنا جمعة ده بشكل أصلا إنساني بعيد عن الكورة كمان قبل ما تدور عن ناس اللي بتزلمك حواليك شوف الأول هل أنا مقصر ولا لا مقصر ولو بنسبة صغيرة يبقى أنا ظلم نفسي الأول الحل دي وبعد كده بص على الناس اللي حوالي ظلمني ولا لا لكن إن أنا استسهل وأقول إنه كل الناس بتزلمني وأنا كن ظلم نفسي يبقى فيها حاجة غضط تاني مش ببرق الناس اللي بتشتغل مع عمار حمدي يقول إن هم كويسين وعمار هو الوحش بس الأول بص عند الجزء اللي يخصك وبعد كده تدور على لو في حد بيزلمك حواليك بلاش تبقى موضة يا شباب بلاش تبقى موضة أنتوا فهميني إنه أي واحد دلوقت ما بيشاركش عشان هو ما بيقديش ما بيتضربش كويس هيخش يقول لنا أجمعنا مظلوم ومقهور موضة ده خطر فخلوا الدنيا بس تمشي بالمنطق وأنا كمان بطلب من اللي بيتلقى ده يفكر فيها بالعقل ويبص على المسيرة هل هي أصلا كانت مسيرة جيدة وفي حد عرقلها ولا اللاعب نفسه هو اللي بيأزي نفسه كم من لاعب حرك عليهم بدون مذكر أسماء عشان ما جيبش من الماضي طلع كتير علينا وقالنا إنه مظلوم والنادي ده ظلمني والنادي ده ظلمني يروح للنادي آخر ما يقديش يروح للنادي اللي بعده وما يقديش